اشهد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بالدور الذي تقوم به الكفاءات القانونية البحرينية في اثراء ودعم مسيرة التنمية الشاملة من خلال اسهامهم في تعزيز قيم العدالة وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات واكد سموه اهتمام الحكومة ودعمها لمهنة المحامة واهدافها النبيلة في الدفاع عن الحقوق وترسيخ مبادئ احترام القانون كقيمة مهمة في المجتمع جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر لقضابية صباح اليوم المحامي حسن احمد بديوي رئيس مجلس ادارة جمعية المحامين وعضاء مجلس الادارة في تشكيلته الجديدة الذين توجهوا باسماء ايات الشكر والامتنان والتقدير لسموه على دعمه المتواصل لمهنة المحامة ومساندته للجمعية في القيام برسالتها النبيلة وخلال اللقاء جدد سموه التهنئة لمجلس ادارة جمعية المحامين البحرينية على نيلهم ثقة الجمعية العمومية معربا سموه عن تمنياته لهم بالنجاح والتوفيق في القيام بالمسئوليات المناطئة اليهم واكد سموه حرصه على التواصل مع مجلس ادارة جمعية المحامين البحرينية والاستماع منهم مباشرة لكل ما يشغلهم من قضايا وموضوعات والعمل على تذليل اي عقبات تواجه عملهم منوها سموه الى انهم سيجدون من الحكومة كل الدعم والمساندة بما يمكنهم من قيامهم بدورهم في خدمة الوطن والمجتمع واثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دور جمعية المحامين البحرينية في الحفاظ على المبادئ والقيم النبيلة لمهنة المحامة بما يسهم في تطوير مهنة المحامة وتحقيق تطلعات منتسبية الجمعية من المحامين من جانبه اعرب رئيس مجلس ادارة جمعية المحامين البحرينية عن خالص الشكر والعرفان والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدعم والمساندة التي تحظى بها الجمعية من لدن سموه للقيام برسالتها النبيلة بما يشكل حافزا لها ولجميع المنتمين لمهنة المحامة على بذل مزيد من الجهود في مجال تحقيق العدالة والتطور القانوني في المملكة واكدان تهنئة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لهم وتشرفهم بلقائه وتوجيهات سموه العديدة لحل المشكلات التي تواجه المحامين كلها تزيد من حجم مسؤوليتهم في ان يكونوا على قدر ثقة سموه الغالية مشيدا بما يوليه سموه من حرص على التواصل مع مختلف فئات المجتمع وبما يبده سموه من اهتمام ومتابعة لكل تطلعات المواطنين واحتياجاتهم ترجمة نانسي قنقر